إذن كانت المناورات العسكرية الروسية في بحر الياباني في ظروف أخرى ستبدو عادية لكن في ظروف الأزمات لا شيء يندرج تحت خانة الإجراءات الروتينية حيث بدأ بالفعل الأسطول الروسي في المحيط الهادئ مناورات واسعة في مياه بحر اليابان وبحر أوخوتسك بقيادة قائد الأسطول الأدميرال فيكتور لينا في الشكل تمتد المناورات بين الخامس من الشهر الحالي والعشرين منه وفق خطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2023 وتشارك فيها قوات ساحلية وأكثر من 11 ألف عسكري بالإضافة إلى أكثر من 60 سفينة حربية ونحو 35 طائرة بحرية وأشار أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى أنه حاليا تنشر قوات الأسطول في مناطق محددة لإجراء تدريبات عملياتية في مياه البحار البعيدة وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه في ظل الإجراءات العملية ستقوم المجموعات التكتيكية البحرية والطيران البحري بالبحث عن غواصات العدو الوهمية وتعقبها كذلك تتضمن المناورات إجراء تدريبات قتالية على الأهداف الأرضية والجوية بما في ذلك إطلاق الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى التدريبات التي تتعلق بالإمدادات اللوجستية للقوات البحرية منذ مارس من العام الماضي تدهورت العلاقات بين روسيا واليابان بسبب أزمة أوكرانيا وتوقفت مفاوضات السلام بينهما بشأن جزر الكوريل وعلى مدى أكثر من عام عززت روسيا وجودها العسكري في تلك المنطقة كذلك عززت منوراتها العسكرية